مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليستيان اليوم طلب النائب عن اتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية رضا الرسلاوي بالتوقف عن مدهامة بيوت نواب اتلاف الكرامة وترويع النساء والأطفال والعائلات وقال سيف الدين مخلوف في تدوينها لصفحتها الرسمية بواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نواب اتلاف الكرامة ليسوا مجرمين ولا سرقوا الفلوس الشعب نوابنا انظف منظفه اشرف مشرف وما ناش بحالة فرار وما ثماش عليش تشقيه في فرق امنية كامل البحث عنهم الامنيين عند مواجبات على الوطن اولى من البحث عنه وما ثماش عليش تصنفه فينا كاهم المفتش عنهم في تونس واضاف مخلوف مناج بحالة فرار نحن بحالة ترفض انقلابكم ولن نعترف به ولن نعترف باستعمالكم للقضاء العسكري بهدف الانتقام من صدقنا ومن مواقفنا الواضحة وتابع قائلا سيف الدين نحن بحال ترفض نزع حسنتنا النيابية بامر رئاسي في خرق جسيم اخر للدستور خرق لا يمكنكم تبريرها لا بالفصل 80 ولا بالفصل 800 ولا يمكنكم اقناع احد ولا حتى انفسكم بانكم عندما تجندون كل الفرق الامنية للبحث عنها بانكم تكافحون الجريمة او الفساد كما كنتم تسمع ذلك كان تعليق سيف الدين مخلوف فيما يخص الفرق الامنية كما يقولوا احنا بامر من الرئيس الجمهورية بتبع على علاقة بوزيرة داخلية انه صارت برشة مدهمات البرشة نواب ويعتبرهم فاسدين ونحولهم الحصانة هذه كانت رسالة سيف الدين مخلوف الرئيس الجمهورية ومزال رفض اليوم قرار الرئيس انه صبح معنا هو يتحكم في كل شي حسنا لما تجدوني رأيكم مع التعليق اللي قالوا سيف الدين مخلوف وليحب الرئيس الجمهورية قائس عيد ما ينساش اعمل لايك للفيديو حكما كنوصلنا الى نهاية الموضوع